إجراءة جديدة وأكثر صرامة تتجه الحكومة لاغتمادها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية تمهد لمرحلة ليست كسابقتها فالأولوية اليوم هي حماية قوث الجزائريين من أي مساس يحظته المضاربون في السوق بقطع الطريق أمامهم نهائياً وإسناد مثل هذه القضايا إلى أقسام مكافحات الإرهاب هذه مخذت منحنة خطير تطوري أصبحت في إطار منظم هناك من يقوم بتهريب إخراج هذه المواد عبر الحدود أعتقد أنه بمثل هكذا إجراءات وإحالتها من فتع القسم الخاص بالجريمة المنظمة وجريمة الإرهاب أعتقد أنه سيقلل بشكل كبير عقوبة عندما ترتكب هذه الجريمة في إطار جماعة منظمة بعقوبة السكن المؤبد يعني أقسى عقوبة اعتماد مثل هذه الإجراءات يجب أن يصاحبه واغي من المواطن بضرورة التبليغ عن هؤلاء المضاربين يقول أهل الإختصاص إنه أسبوع الماضي من تطريحات في الوزر الأول ووزر العدل بيانة جزء قضاء الجزائر وكذلك اللقاء البارح أعتقد أنه منعرج حاسم في محاربة المضاربة إجراءات جديدة وهي رسائل قوية للمضاربين وكذلك هي إبداء نية في الصرامة لا يمكن تسلطات وحدها دون مسئولية دون وعي دون تبليغ المواطن أن تكون هناك تقدم في هذا المجال ويبقى في مثل هذه الإجراءات الصارمة حكم في السوق وحفظ لكرامة المواطن بحفظ قوة غائلته من مواد استهلاكية غير منقصة في السوق الجزائرية كانت سلوكات المضاربين سبباً أولاً لفقدها وتدبذ بتوسيعها ترجمة نانسي قنقر